اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله بالرحمة بالعود الرميثي مع ثاني المراكز بينما ننتقل الى المركز الثالث لنتابع الوصول والانطلاق من الجانب الاخر في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع هنا سلهود محمد بن راشد برويس الاكتب يتقدم على مستوى المركز الثالث بينما ننتقل الى المركز الرابع وفي المركز الرابع ياتي هنا الجارف الجارف علي بن راشد بن مبارك الا بن سرود المنصوري يتقدم على مستوى المركز الرابع بينما نغلتنا على المركز الخامس وفي المركز الخامس هنا همام محمد بن صالح بن علي الحميري يقدم لنا همام على مستوى المركز الخامس بينما نغلتنا على المركز السادس وبنلقى على المركز السادس هنا مرحب محمد بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي بينما نتابع المركز السابع وفي المركز السابع دخول الان من الابهر الابهر يتقدم في هذه اللحظة سعيد بن محمد بالذويب العامري على المركز السابع بينما في المركز الثامن يتقدم مضاد لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتيبي الواثغ يتقدم مع المركز الثامن بينما في المركز التاسع يتقدم هنا مزاحم لحمد بن سالم لحمد بن سالم بن سليم الاختبي وعاشر المراكز هادم هاوش لمبارك بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي هذه هي نتيجتنا وندائنا للعشر المراكز المذاعة التي تسير في ناموس هذا الشوط لكن العودة من جديد للمغدمة عودوه الى الصدارة الى البداية الاولى وهنا مقدام المتقدم على الصدارة على المركز الاول والبداية الاولى ياتي منذ بداية الانطلاق وهو محافظ على هذا الموقع في مغدمات هذا الشوط محمد بسعيد بسليم الاختبي يتصدر المغدمة والبداية الاولى بينما في المركز الثاني يتقدم يليها في المركز الثاني هذا مشغل عبدالله بن احمد بالعود الرميثي بينما ناخذ اللي على المركز الثالث وفي المركز الثالث هذا سالهود محمد بن راشد بورويس الاكتبي يتقدم بوراشد وشعاره ينضمي للمركز الثالث بينما في المركز الرابع الجارف الجارف يتقدم في هذه اللحظة علي بوراشد بن مبارك بن سرود المنصوري على المركز الرابع وهذا الشوط اللي يحمل الاسماء يحمل الشعارات الغوية في هذه المنافسة بينما في المركز الخامس في المركز الخامس يأتي هنا همام محمد بن صالح بن علي الحمير يتقدم على مستوى المركز الخامس وسادس المراكز في المركز السادس أيضا اللي يتقدم في هذه اللحظة هذا مضاد بشعار الواثغ يتقدم حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي على المركز السادس وسابع المراكز شوف لهناك من يتقدم في هذه اللحظة في المركز السابع يأتينا في هذه اللحظات هذا يأتي هنا مزاحا بشعار حمد بن سالم بن سليم الاكتبي على المركز السابع بينما في المركز الثامن يأتي هنا الأبهر الأبهر سعيد بن محمد بالذويب العامري وتاسع المراكز في المركز التاسع يأتي هنا غزو وأول ندال غزو اللي يقدم على المركز التاسع بشعار محمد بن علي بن راشد الاكتبي وعاشر المراكز هذا مرحب محمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي هذه هي نتيجتنا وندعنا ثاني يكتمل بحضراتكم مشاهدين الكرام خلف شاشة دبير سينغ متابع انطلاقات سن الكبار في هذا اليوم في هذه التحديات الصباحية الذي يشهد هذا الميدان الميدان الذكي ميدان المرموم عوده من جديد للمغدمة عودة الى سكان المغدمة عودة الى البداية الأولى وهنا الان اللي تصدر المغدمة والبداية اللي يغير الى المغدمة الأولى يأتي مشغل مشغل اللي على المغدمة اللي على المركز الأول في هذه اللحظة عبدالله بن أحمد بن عود الرميثي هالي السمحة متواجدين مع الصدارة الأولى ولكن همام من الجانب الآخر شعار شايبة يتقدم في هذه اللحظة مع محمد بن صالح بن علي الحمير يعلن بظهوره مع هذه الانطلاق صالح بن محمد بن صالح اللي أيضا الحمير يتقدم بينما ناخذ اللي على المركز الثالث وفي المركز الثالث هذا سلهود سلهود بشعار محمد بن راشد أبو الرويس الكتبي يأتي الآن مع المركز الثالث ورابع المراكز الجارف علي بن راشد بن مبارك المنصوري المركز الخامس المركز الخامس هذا مقدام مقدام محمد بسعيد بسليم الأكتبي ولكن ألف ميتين يا مضمرين ألف ميتين خلاص بدين نتجه نحو المغسور الرئيسي ومع هذا الغلاء في الجو الأخير اللي نذكر بكل المضمرين للانتباه مع هذه التحديات الأخير ولكن ولكن بالعود مسيطر بالعود مسيطر مع المقدمة ومع البداية الأولى مقدم لنا مشغل مشغل اللي على الصدار لا زال مسيطر سيطرة كاملة وفعال من خلال هذا الاندفاع الذاتي على الصدارة الأولى ياتي عبدالله بن أحمد بالعود الرميثي ولكن هنا صالح بن محمد بن صالح الحمير يقدم لنا همام همام اللي ياتي على المركز الثاني الله ياهي معركة بدأت في هذه الاندفاع بين الزمول المحليات الأصائل هالي السمحة وهالي منازفة في مدينة العين السلامات تحتار السلامات تحتار بين هولاء المضامرين الله وغير همام غير همام وتسلل إلى مقدمة الشهود والعصى في اللبطان بدون أي وامر بدون أي تعليمات الله كعوايد كعوايد رعي العوايد ما يخلي عوايد أبدا أبدا هذا هو همام ظهوره في بداية الموسم يمشر جماهير محبين هذا الشعار سلوب يراعي شايبة يراعي الكثير والكثير من الأسماويل يشربناها بهذا الشعار بنصبح بالخير يراعم صيحه إلى هالي منازف في مدينة العين تهانينا لصالح بن محمد بن صالح الحميري على هذا الفوز المركز الثاني مشغل عبدالله بن حمد بن عود الرميثي المركز الثالث المركز الثالث منوصل فيه مشاهدي العزاء شعار بن عمهي مياس راشد بن احمد بن عمهي المنصوري والمركز الرابع كان الوصول من مزاحم حمد بن سالب سليم الاختيبي والمركز الخامس هذا سلهود محمد بن راشد برويس الاختيبي هذه هي النتيجة للخمسة المراكز الاولى لكن عودة الى التوغيط الزمني وهذا همام تشاهدون عبر غنات بيرس هنج لحظة يوصول بتسعة دقائق تسعة واربعي ثانية ستة اجزامنة ثانية تهانينا وناموس لصالح بن محمد بن صالح الحميري على هذا الفوز والاتصار بينما مشغل وصل بتسعة دقائق واحدة خمسة ثانية تهانينا وناموس لعبدالله بن احمد بالعود الرميثي والمركز الثالث كان الوصول متابعينا الكرام من ايضا اللي هو مياس راشد بن احمد بن عمهي المنصوري هو من وصل مع المركز الثالث رحظة يوصوله بتوغيت زمن مغدارة ايضا عشر دقائق سبع دواني اربعة هيكزا من الثانية تهانينا وناموس لجميع الفايزي مشاهدين الكرام متابعينا الافاضل لا نجدد لكم التحية في هذه الانطلاقات الصباحية ثامن اشواطنا من تمت انطلاقته اشتركوا في القناة